السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم رح نتطرق لمنصة مدرسة والتي تعتبر منصة أكاديمية تعليمية تستهدف الطلبة من مراحل التدريس المبكر وحتى مرحلة ما قبل التعليم الجامعي وهي منصة علمية توفر محتوى تعليمي عالمي متميز باللغة العربية في كافة مواد الرياضيات والعلوم العامة والكيميا والأحياء والفيزياء واللغة العربية وهي إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتومة العالمية تم تتشين المنصة في مرحلتها الأولى في سبتمبر 2018 وتضم 5000 درس تعليمي مصور وتم إعداد وإنتاج هذه الفيديوهات التعليمية بالاستنان إلى أحدث مناهج التعليم العالمية كما تم تطبيق أرقى المعايير والضوابط الفنية في اختيار المواد العلمية وتعريبها ومواءمتها وفق المناهج المعتمدة في الدول العربية وفي 18 ديسمبر 2020 وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية تم أطلاق المرحلة الثانية من تطوير محتوى منصة مدرسة تشمل تطوير محتوى تعليمي في اللغة العربية من خلال 1000 فيديو تعليمي يغطي منهجا متكاملا في مادة اللغة العربية يشمل المراحل الدراسية من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر إلى جانب فيديوهات تثقيفية أخرى في جماليات اللغة العربية وآدابها بالإضافة إلى تطوير محتوى قصصي للأطفال كما تركز منصة مدرسة على التعليم الذاتي الذي يسعى إلى بناء مهارات الطالب ويعزز قدراته التنافسية وتشمل رؤية مدرسة إلى توسيع فصولها الإلكترونية لتشمل مواد تعليمية أخرى بحيث تركز على علوم المتقدمة كالهندسة وعلوم الفضاء والبرمجة والذكاء الإصطناعي وغيرها الجدير بالذكر أن منصة مدرسة تركز في المساهمة في إعداد جيل جديد من الباحثين والمبتكرين العرب والمساهمة في خلق كفاءات عربية شابة مؤهلة علمياً ومتمكنة من التكنولوجيا الحديثة وقادرة على بناء مجتمعات قائمة على اقتصاد المعرفة وممارسة دورها في صناعة مستقبل دولها أولاً وقبل شرح الأجزاء الداخلية لمنصة مدرسة يجب علينا أن ننوه أن المنصة تعتمد بشكل كلي على ترفيه المتعلم بحيث نجد أن هناك ألوان ورسومات مختلفة تجذب الطالب بحيث أن الطالب عندما يدخل التعلم يدد جانب المتعة فلا يشعر بالملل والشعور بالروتين الآن قبل بداية الشرح نبدأ بتسجيل الدخول عند تسجيل الدخول نرى هنا الأيقونة الخاصة بتسجيل الدخول الخاصة بالطالب وهنا النقاط سيتم التطرق لها مستقبلاً عند الدخول على الشخصية نرى هنا أن الشخصيات المصورة المختلفة مغلقة ويتم فتحها عن طريق اللعب واستخدام الموقع هنا نرى المسابقات المختلفة يتم فتحها عند تجميع النقاط الآن نبدأ بشرح المزايا الموجودة في منصة مدرسة نبدأ بأهم ميزة موجودة في هذه المنصة وهي شرح الفيديوهات المختلفة المتنوعة للدخول إلى منصة مكتبة الفيديوهات هناك ثلاث طرق أول طريقة عن طريق ضغط أيقونة مكتبة الفيديوهات الموجودة في أعلى الشاشة نرى هنا المواد المتنوعة الطريقة الأخرى عن طريق اختيار المادة التي أريد رؤية فيديوهاتها مباشرة أما الطريقة الثالثة عن طريق النزول للأسفل والضغط على مكتبة الفيديوهات مثال نبدأ في الرياضيات ندخل على الهندسة هنا نرى المواضيع التي تشمل جزء الهندسة مثلا ندخل على الأشكال هنا نرى مجموعة مختلفة ومتنوعة من الفيديوهات التي تشرح الأشكال الهندسية نشغل المقطع ها هو ابن عمي أحمد قد جاء أهلاني يا ابن عمي كيف يمكنني أن أساعدك؟ يتم شرح الدروس عن طريق طريقة قساسية تجذب الطالب ومجموعة مختلفة من الألوان حسنا ربما يمكنك مساعدتي إنني أحاول دراسة أشكال مختلفة حسنا ما المساعدة التي تحتاجها؟ انظر إلى الأشكال هنا لا أعرف طريقة لتصنع مثلا الأنصاف والأربع كل درس معنوا في العنوان المعني أي من المستطيلات التالية مقسوم إلى نصفين؟ عندما تقسمون شيئا إلى نصفين هذا يعني أنكم تقسمونه إلى جزئين متساويين نرى هنا أن الصوت واضح والألوان متنوعة المساحتان ليست متساويتين هذا القسم مساحته أكبر من هذا نختار مثلا مادة أخرى مثل الأحياء عند النزل الأسفل نرى هنا المواضيع المختلفة الخاصة في مادة الأحياء ندخل على الجزئات الضخمة هنا نرى المواضيع التي تشمل جانب الجزئات الضخمة ندخل مثال على الكربوهيدرات هنا نرى أيضا المواضيع المعنونة في درس الكربوهيدرات يتحدث هذا الفيديو عن كيفية استخدام الجلوكوز كأساس لإنتاج سكريات وكربوهيدرات أكثر تعقيدا نرى أن الأنواع مختلفة والمواد مختلفة ومتنوعة ولكن تشمل جانب واحد وهي الشرح الواضح والمنوع للطالب الآن نرى أن المواضيع مختلفة والشروحات شاملة لكل المواد هذه المنصة تساعد كما قلت على التعليم الذاتي بحيث الطالب عندما يتم شرح الدرس في المدرسة ولم يستطع فهمه أو حدث لديه ظرف ولم يستطع الحضور فيرى الموضوع ويدخل عليه من خلال الموقع ويتم شرح الموضوع بشكل مفصل والآن راح نتطرق إلى التلعب في التعليم وكيف يمكننا دمج اللعب مع التعلم في هذه المنصة بالبداية أن دمج عناصر اللعب مع التعليم له عدة أهداف منها تحسين أداء الطالب وتجعل الطالب يحب أن يتنافس مع أقرانه وبالتالي سيؤدي إلى زيادة في المشاركة وفي الوقت ذاته ستجعل من الأنشطة أكثر متعة وأكثر حركة لدى الطلاب إن منصة مدرسة تتبنى التلعب في التعليم لوسيلة لتشجيع الطالب وتحفيزه على التعلم تجعل فيهم حب روح المنافسة تنمي قدراتهم العقلية والتفاعلية وتجعلهم أكثر حركة وأكثر مرح وأكثر فائدة في التعلم من خلال الجمع بين الفائدة والمرح بين الطلاب يعني الطالب سيستمتع ويستفيد في وقت واحد يمكن للمسجلين في هذه المنصة متابعة كافة الفيديوهات التعليمية بشكل مجاني أي أن مكتبة الفيديوهات متوفرة بشكل مجاني قليل هناك مهمات سرية وهي من أهم العناصر في التعليم ومتعة الاكتشاف يمكن المسجلون في منصة مدرسة القيام بمهمات سرية أثناء تفاعلهم مع محتوى المنصة من خلال متابعتهم للفيديوهات والتفاعل مع المحتوى سيحصلون على النقاط والآن سنرى كيف يتم ذلك أولا نضغط على المهمات هنا نرى أن هناك مجموعة من المهمات وكل مهمة نرى عندها رقم هذا الرقم هو عدد النقاط التي سيحصل عليها الطالب عند أداء هذه المهمة ندخل على مهن في مجال الكيمياء عند تفاعل الطالب مع هذا المقطع سيتم الحصول على النقاط المتوفرة لهذا الفيديو هل تساءلتم يوما عن الوظائف التي يمتهنها المختصون في مجال الكيمياء؟ قد يعمل مختصو الكيمياء في عدة مجال نرجع إلى المهمة هناك عدد مختلف من النقاط التي يحصل عليها كل مهمة لها عدد نقاط وكلما كانت المهمة بها أكثر تفاعل كانت هناك النقاط عددها أكبر عند تجميع النقاط نذهب إلى نجوم مدرسة هنا نرى أن هناك الطلاب جمعوا عدد كبير من النقاط وتنافسوا بحيث نرى هنا أن الطالب الحاصل على المرتبة الأولى هو نصير حمودي وهذا عدد النقاط الحاصل عليه هنا عدد مختلف ومتنوع من الطلبة من كافة الدول العربية وأخيرا سوف نتطرق إلى قصص مدرسة وهي آخر الأجزاء المضافة في منصة مدرسة كما ذكرنا سابقا للدخول عليها يوجد لدينا طريقتان وهي عند الضغط هنا على القصص مدرسة الموجودة في الصفحة الرئيسية أو عند النزول للأسفل نرى هنا قصص مدرسة موقع قصص مدرسة هي مكتبة قرائية متنوعة تحتوي على مئتان قصة للأطفال باللغة العربية كجزء رئيسي من منهاج اللغة العربية المتكاملة الذي طورته منصة مدرسة للتعليم الإلكتروني العربي بحيث تشكل هذه القصص والحكايات المصورة أداة تربوية معززة ومكملة تربط العملية التعليمية بالقراءة التي تجمع بين الفائدة والمتعة وتسهم في توسيع أفق الطفل العلمي والمعرفي والثقافي والإنساني قامت تفريق تطوير محتوى منصة مدرسة بتحويل القصص المكتوبة إلى فيديوهات باستخدام تقنية الرسوم المتحركة مع إضافة الأصوات لقراءة القصص بلغة سليمة وكذلك استخدام المؤثرات الصوتية وإضافة النصوص على القصص لدعم عملية الاستماع بالقراءة مما يعزز مهارات الطفل القرائية هذا القسم التعليمي مفيد لعمر الروضة والابتدائي يحتوي على القصص والأغاني المتنوعة يمكنكم التسجيل مما يتيح لكم حفظ القصص عند الضغط على هذه العلامة نرى هنا التسجيل عند تسجيل الدخول سوف يتيح لكم تحفظ المقابل أو وضعها في المفضلة أيضا يمكننا البحث عن أي قصة نريدها يحتوي قصص مدرسة على ثلاث أجزاء الجزء الأول هو جديد وهنا يضم القصص التي تم إضافتها مؤخرا هذا الشريط يظهر لنا القصص ويمكننا التنقل عبر السهم الجانبي لنرى بقية القصص أما الجزء الثاني وهو يضم الأكثر مشاهدة هنا نرى القصص الأكثر مشاهدة من قبل طلاب منصة مدرسته موقع قصص مدرسة ليست فقط يحتوي على القصص يحتوي كذلك على الأغاني والأغاني تعتبر نشاط ممتع للأطفال يمكنهم التعرف على الأحرف والأرقام وحفظهم والحساب كذلك من خلال أغنية الآن يمكننا أن نختار بشكل عشوائي أي قصة لنرى الطريقة مثلا علبة الأحلام السرية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر